اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تضرب الدولة اللبنانية وتحت جزا لك ملا ملف وثلاثة ويكون لدينا رؤية يتم التحضير لها رؤية واعية تجنب لبنان السقوط مرة أخرى تكراراً بالـ 2026 أو بالـ 2028 بحرب قد يشبه للبعض أنه يقدر يعلن على أي دولة حولنا وهو يكون فصيل لا يزال يحتفظ بسلاحه ويقتمر بأوامر دولة غريبة لك الإشكاليات الكبيرة اللي نحن موجودين عناوين كبيرة وصعبة جداً لذلك اليوم في هذا المبدأ بشكل أنه الجمهورية مشروع مؤجل الجمهورية تحمل اسم الجمهورية مثل الجمهورية الإسلامية مثل الجمهورية كوريا الشعبية مثل هذه الجمهوريات التي فيها هياكل تحكموها توتاليتاريات لذلك اليوم مجلس النواب وقتل بتقول بدوا يجتمع وبيخدوك بهذا الرافد اللي اسمه أمر تفصيلي إداري داخل مجلس النواب كتير بيفتح لك جرح أنه لا المجلس النواب لازم ينفتحوا هذه القاعة العامة تفتح وكتير الموضوع متأخر ومستحق له أكثر من سنتين أو رح يصيره سنتين إلى انتخاب رئيس الجمهورية ويخطئ من يعتقد أنه احتجاز انتخاب رئيس الجمهورية ومنع هذا الاستحقات من الحصول يمكن من خلاله لفئة ما أن تستفيد وتحقق نصراً ما على فئة أخرى وبالوقت اللي هو الرافعة لكل الفئات في لبنان هي بالتدرجة أن يكون عندك رئيس جمهورية ومش حيالة رئيس جمهورية واثنين يكون عندك مشروع إنقاذي مثل اللي حكينا عنه هديك النهار بلقاء معراب واللي عم بينحكى فيه نحنا بكواليسنا وعم بينحكى فيه عند كل الفئات السيادية الرسمية وغير الرسمية واللي هو عنواننا الذي لم يتبدل أبداً منذ ألف وتسعمية وخمس وسبعين وجددناه بالتنين وتسعين لأنه من الخمس وسبعين للتسعين كنا عم نعمل حركة مقاومة مكتملة الأوصاف لغياب الدولة أما وقد أتت الدولة فنحنا سلمنا كل مقدراتنا لهذه الدولة ومن وقته مقدرات الدولة محتجزة ونتيجة هذا الاحتجاز هو اللي عم بتشوفه لم يعد لبنان يشبه نفسه من كلامك سر عندي أربع خمس هيك عنوين بدي أسألك عنهم ولكن بالإشارة إلى البيانة اللي صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري يعني يقول يعقد مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري وعملاً بأحكام الفقرة الثانية من المدى 44 من الدستور والمدى الثالثة من نظام الداخل لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين يعني عم نلاحظ دايماً بدل بيان في شيء اسمه بالاستناد للدستور وأعمالاً بي يعني مواد داخل الدستور ليش بملف الرئاسي ما منرش على الدستور ومن انتخاب رئيس كما ينص عليه الدستور وفعلنا هذا الأمر كنا من سنتين في عنا رئيس الجمهورية هذا السؤال اللي نحنا منطرحه اليوم ومنسأل من المستفيد ووقت اللي نحنا طرحناه من سنتين أنه يجب التعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية يمكن كانوا عم بيقولولنا أنه هلأ مش وقته وكان بعد عندهم مجال يأخروا وكان بعده يمكن بنظرهم هن قدرين يلعبوا اللعبة القديمة التقليدية المزمنة اللي كانوا ورطانين من السوريين وبعدين من الإيرانية أنه رئيس الجمهورية تفصيل أما اليوم من بعد سنتين لقد لمسنا لمسا اليد وعيننا نظرت للدمار الشامل الذي تعرض له لبنان وبتعرف شو الأخطر من الدمار الشامل بالبناء هو الدمار الشامل بالإنسان والأخطر هو دمار المؤسسات أستاذ رالف أنا كتير كتير يحزنني ويحزن من أمثل وبيحزنك أنت كوطني كشاب مقبل على الحياة وتأمل أنك أنت توظف نفسك بلبنان وأنك تعطي كل خبراتك وطاقاتك بلبنان أنه يكون في عندك حدا قاعد تحت الأرض مقرر لك مستقبلك سلفا وهذا المستقبل عنوينه واحدة دمار خراب يأس هجرة وانتبه شغلي المازوشي بهذا النوع من القرار أنه هو لا يتلزز بامتيازات الدولة ولا بازدهارة هو يغرق يغرق ويغرقك معه لا أفهم أن هذه حالات نفسية معدد حالات دستورية وهي حالات أخلاقية معدد حالات سياسية لأنه لا مثيلة لها في تاريخ البشري لا مثيلة يمكن أنا أتذكر بهك بأتيلا تتذكر جانكيس خان تتذكر حافظ الأسد بس بلبنان اللي أقبل باكرا أنه يكون هو نقطة مضيئة في هذا الشرق بدءا من أيام فخر الدين وصولا إلى إعلان دولة لبنان الكبير ومن ثم كان دائما قاطرة حضرية في هذا الشرق أنه يكون عنده بإخرته يطلع له هذا النوع من الحكام أيضا أستاذ غياس بدي أحكيك بموضوع اليوم يعني كان عنوين الصحف وحتى عنوين الوسائل العربية والعالمية واللبنانية يعني هو المقابلة اللي أجراها رئيس مجلس النواب الإيراني اللي كان زار بيروت بحديث مع لفيقارو قال أنه إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا حول وقف تطبيق القرار 17-01 يعني ما بقى عم نفهم اليوم المواقف ونجي على بيروت ونكمل بالحرب ونعمل مقابلة ونقول لا أبدا نوقف بين بس شاكيان وبين قليباف وبين الإمام الخامنئي تحس أنه في ثلاث إيرانات مش إيرانان انقسام يعني بين مش قصة انقسام قصة أنه يتعمدون يتعمدون ولو على حساب صورة هذه الدولة تجاه العالم يتضحكوا عن الناس على الأقل تجاه شعبهم ما حد أبضهم بس تجاه كدولة إخلمية لها تأثيرها اليوم اللي عم بتمارسه بطريقة سلبية هي تمعن في إظهار نفسها بهذه السلبية يمكن لقصر يدها في مقارعة إسرائيل وأنها تكون هي قائدة حرب الساحات ووحدة الساحات بدل ما تكون هي مطلطية خلف أزرع تقطع واحدة وراء الثانية بتبلش باليمن وهلأ عم بتشوف اللي عم بصير بحزب الله وهي قاعدة وراء عم بتبازر والكلمة البازار إيرانية وعم بتفاصل وعم بتحييك سجاد وعم بتشتغل بيه مصائر الشعوب بس أنه تحكي تت تصاريح متناقضة بين أنه لا سألا وقف للنار في لبنان ولا رئيس جمهورية قبل تحرير فلسطين ما عادش بيقبلوا هني أقل من تحرير فلسطين مش أنه وقف الحرب بغزة تنعكس على لبنان حرباً هدنة في لبنان صاروا بيحكوك كلام ومنطق يتنكر لحزب الله ويعني بيسحب إيده من مسؤوليته عن هذه الحرب وعن وحدة الساحات وبيحكي كلام أنه وكأنه اللي عم بيحكيه بسويسرا سيطمر بسويسرا واللي بيحكيه بالأمم المتحدة واللي هو متناقضة تماماً مع يوقال في سويسرا ومع سياساتهم في لبنان وبيبعتوا لك وزير خارجيتهم على لبنان يوقف كل شيء ما أن يعني نحكب تسوية طيلا عم أنتم مزحط السلسة جنبلات بر مئاتي فكرة أنه يا خيطا عطا ندخي برئيس جمهورية طب تاني يوم إليك عرقجي على لبنان سكر لك كل الحنفيات ورجع من بعده تم الضغط على نعيم قاسم حيث هو أنه يطلع يحكي بكلام كمان متوتر وموتور واليوم بيرجعوا بيحكوك بيطلع مبارح النائب فضل الله بيحكي نحن نريد وقف النار في لبنان ونحن نريد تطبيق الألف وسبعمائة واحد اسألوا كلمة كيف بدك تطبق الألف وسبعمائة واحد وكيف يمكنك أن تفرض على نتانياهو نتانياهو اللي استطيب الدم اليوم واللي عم بيشوف أنه كل الخطوات العسكرية والتمادي في التوحش العسكري يزي عم بيعطي نتيجة أنك يجي يقبل منك إيه لأنه أنت اليوم بلاشت تحس أنك تعبت من الحرب تطلب وقف إطلاق نار رح يجي يركض لعندك نتانياهو يعطيكيه ولكن السيد غياسي اليوم الإيراني فعلا هل يريد وقف إطلاق النار في لبنان؟ أولا يريد أن يقبض تمن وقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل مش بستعدة تعطية والأمريكان متعاطفين مع الإسرائيلي إذا تظهر اليوم مصلحة الإسرائيل الأمريكي بشكل عام بالعمق تتعارض إن كان الجمهوريين وإن كان الديمقراطيين بسياساتهم ولكن بلحظة الحاجة والضعف الانتخابي عند المرشحين المرشحين بأمريكا والتنافس السياسي عم بضعف سطوتهم على نتانياهو واثنين بمكان ما عم بيحسوا أنه عدم التجاوب الإيراني وعدم شعور حزب الله بالخطر المحدق به ورغم كل الخسائر التي تلحق به لا يريد وقفا للنار وعم بيهدد بالمزيد من تعريض إسرائيل أريح شيء بالنسبة للأمريكاني يقول له بيعطيك ضوء أخضر وبيطلع بلينكين بيحكي شيء تاني بالتصريح من بره ولكن الفلو التغذية المستمرة بالسلاح والعتاد الإسرائيل قائمة والتغطية عليها من مجلس الأمن إلى الأمم المتحدة إلى كل مرجعيات القرار الدولي مع ضغوط على الدول التي تتميز في موقفها عن الولايات المتحدة كله بصد بخانة دعم حزب الله دعم عفوا ناتانياهو للاستمرار في هذه المعركة وكل مرة منقول رح له شوية قتلى رح له شوية جرحة بهالمعارك النسيحات صفر على حدود لبنان الإسرائيلي يرسل المزيد ويستشرس أكثر على ضرب المدنيين انتقاما كمان بس بالعودة للموقف الإيراني مبارز المستغرب صار أو صار أمر طبيعي لأن الإيراني اليوم عم يسمح لحاله أنه يقول هكذا مواقف ولكن الموقف اللي قدل فيه على العلن أصبح اليوم يقول المسؤول الإيراني أنا أقرر عن لبنان أو أنا حتى أتحدث باسم لبنان صح هاي بترتب علامة سؤولية دوبل ولكن نحن اليوم كسلطة أزبنا نقول أو كأحزاب موجودة أو كمؤسسات ما تبقى من هذه المؤسسات اللي بعدها شغالة وفعال اليوم كيف عم تتابع هيك تصريح؟ هي مستسلمة هي مستسلمة مسلمة أمرها لسطوة حزب الله بكل بساطة وحزب الله مسلم جمجمته مثل ما هنه بيقولوا بهالتعبير الحلو مؤجر جمجمته للخامنئي والخامنئي بعده عم بيلعب على الإشكيه طبع الشرق الأوسط على الشطرانش طبع الشرق الأوسط بعده عم بيلعب مصلحة إيران ولكن المصلحة إيران هي برمي هذه البيادق على الأرض البيادق هي رؤوس مقاتلة حزب الله من دون أفق سياسة عم بيموتوا عم بيموتوا بكل أسف عم بيموتوا مجانا لقضية لا تخدم لبنان بشيء وأنا بطرح السؤال هون أستاذ رالفو دايماً بطرحه شو بينفع إذا أنا ربحت بمعركتي بمرون الراس أو بأي مطرح من تلي من التلال ورجعت لورا من بعد ما إنهاء هذه المعركة ملقيت لبنان لبنان غير موجود شعبي الذي أدافع عنه مشتت على كل الأراضي وعن بيناموا الناس على الطرقات أكثر من مليون وأربعمائة ألف صحيح اليوم من البيئة الشعية الكريمة مزدوطة على الطرقات تستجدي مسكناً لتنقدر تقوي حالة بالليل هي والليدها اليوم أنا بعتبر أنه بقدر دينا لإيران ولكن بقول إيراني هيدا إنسان فارسي أعجمي غير عربي وغير لبناني وعم بيعمل مصلحته بس أنا دايماً بقول ليش أنا ما بخرج مصلحتي من مصلحة الإيراني طالما هو محتاج لإلي بقدر أنا ما محتاج لإله تكون حزب الله المسلح هو بحاجة لإلي بصحة جيدة ليكون هو دولة تمارس لعبة شرق أوسطية من خلال امتلاك هذه الحدود المشتركة وقدرتها على إزية إسرائيل عبر الحدود اللبنانية ولو يقول له شوي شوي علينا هو قال الله يرحمه يواش يواش لخصومه السيد حسن وهو النعيم قاسم لازم يقول له يواش يواش علينا للإيرانية ويبدأ يقول أنا أرفض أن أكون وقوداً في هذه الحرب أرفض أن أكون وقوداً في هذه الحرب إذا ربحت إيران على دمي عم بيكون وإذا خسرت إيران حكماً على دمي عم بيكون الأمور هالقد ما تروحها مكشوفة ما فيه كفوف فيها وما فيه ديبلوماسيات لأنه كمية الدمار والدم والقتل والمقاسي والجوع والتعطير السيد رالف بس بانتر بارانتاز ربنا رحمنا أنه بعضهم تشرق الشمس علينا وبعضهم تقصح له أنت عارف مليونه أربعمائة ألف في منهم سبعمائة ألف بيناموا ببيوته سبعمائة بناموا برا هالقد بكرة بس يبلش المزراب يطرق وتبلش الساعة هون ناس السبعمائة ألف بدون يلاقوا مسكن يناموا فيه عضمير مين بيناموا ومين عنده ضمير بينام وتارك لبنان وهو بإيده زرة مسئولية دستورية مثل الرئيس بري يدعي إلى اليوم أنخذ لبنان من دون ما أسأل على حدا واللي عم تعطيني إياه لغير الموت يا إيراني خدوه أنا بدي أنقذ دولتي بدي أنقذ شعبي وابدي أنقذ بيئتي وابدي أنقذ سمعتي وعندما يكتب عني التاريخ استغرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حديث رئيس البرمون الإيراني الذي قال أن تهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وقال نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني ومحاولة لتكريس وصايا مرفوضة على لبنان علما أننا كنا أبلغنا وزير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيرا بضرورة تفهم الوضع اللبناني خصوصا وأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وتابع ميقاتي أن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاها الدولة اللبنانية ومطلوب من الجميع دعم الدولة في هذا التوجه لا سعي لفرض وصيات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية انطلاء من هذا البيان استيس غياش موقف متقدم اليوم لهذه الحكومة متقدم متأخر بزمنيا ولكن خير من أن لا يتعرض لحكومة ولكن أنا هيدا الكلام هيدا الكلام إذا كان بإطار التنتيع ما بينفعنا بشي إذا كان بإطار وضع لبناء أولى لسياسة استراتيجية متصاعدية تاخد الدولة فيها شأنها وأمورها ومسؤولياتها الوطنية على بصدرها وبتروح فيها لقدام وتضع حدا لكل التدخلات الأجنبية بدءا من إيران وغير إيران أنا بضرب له تحية للرئيس مقاطي ولكن إذا كانت تنتيع جبوا له الخبر وقريه وعمل ردة فعل ريفلاكس يعني كانت بيكون شغلة كتير سيئة لأنه رح خبرك شغلة من كم يوم من كم يوم هيدا الشخص زيته أجب تيارته على لبنان وقال أنه المعركة مستمرة والحرب مستمرة وما في سلام وما في واحد وقال بوقت بما يعني تفسيره هو وزيته أنه قرار السلم بالحرب هنا وكان عما طال إيده للرئيس مقاطي والرئيس مقاطي قامته طويل بيقدر يطاله ويقول له تعتقلك شغلة يا فلان مش هيك بيجو على لبنان ومش هيك تحترم دولة سيدة صحيحنا اليوم بحالة أزمة كبرى نحنا ومقوعين فيها ولكن أنتو سبب الأزمة ونحنا قررنا أن نطلع من هذه الأزمة هل أدل أمور عند الملمات والمفترقات الخطيرة هون بيبين ماشية الرجال بالديبلوماسية سيد غياص هل يعني يجب القيام بأي خطوة إضافية أكتر من هذا البيان هل مطلوب اليوم توجيه يعني ما بعض ممكن استدعاء السفير الإيراني أصيب لكن من بدلوا في السفارة أو توجه أكتر يعني إلى إصدار موقف واضح من الخارجية اللبنانية إلى الجانب الإيراني أكيد إلى الجانب الإيراني بس دايماً برجع بقول إذا ما كان بإطار عمل منهجي متواصل متصاعد عنوانه استعادة سيادة لبنان ما بيكون هيدا الكلام له أي إيمة وبيكون هيدا نطعات مسرحية واثنين اليوم أنا عم فتش بكل أروقة العالم بين ما اتوخذني أقدام الفيلة وأقدام الطغاط اللي عم بيلعبوا بمصير لبنان عن حل هو موجود بين إيدي نرجع لللي قلناه ببداية الحلقة واللي قلناه بكل حياتنا السياسية الأمر في لبنان لللبنانيين مصير لبنان لللبنانيين حاجة بقى نساير الإيراني وحاجة بقى نساير خوفا من ماذا أنا اليوم عم بساعده لحزب الله على المزيد من الغرق في الدم لتدميره تدمير نفسه وتدمير البنية اللبنانية وقتل أنا بدي يكون بمظهر الخائف والمساير والاكسيس تعد موقف ممروغ مرغ له أسود وله أحمر وله رمادة بدنا نحدد اللانجاج بدنا نحدد الليكسيك اللي بتحكي في الدولة اللبنانية نحن بإيدنا قرار السلم والحرب لازم نكون بإيدنا وما نرجع نتراجع عنا بتصريح تاني نحن قررنا هذه الحرب أو ما قررناها لازم نكون واضحين نحن نوقف الحرب هذا لازم نكون واضحين كيف نوقف الحرب هذا شأن وطني لبناني ما بدأ شيء وخلي كل أمم الأرض توقف بوجهك وأول المستفيدين من هذا الموقف يا استزرال هو حزب الله وبيئة حزب الله هو اليوم بدك تكسر له نزله عن الشجرة من دون متهينه هو عم بيطلب منك هلأ وقتل عم بيبرموا مبارح كل هالب الرائمات حوالها بدنا نطبق لألف وسبعمائة وحد هذا يعكس فيما يعكس أنه جميعا وبلشوا يشعروا أنه في صدمة كبيرة أزا كبير ولحقة ببنيتهم قد تؤثر على استمرارهم فيما بعد سلما أو حربا وتؤثر على لبنان في شكل عام هلأ مش الكل عنده فروسية التوقف عن المزيد من الخطأ والعودة إلى ابن الشاطر إلى فائق الدول اللي طبعه ويقول أنا كنا عم نحكي معك عن لبنان والحرب وعن اليوم ضرورة إنقاذ حتى يعني مش بس لبنان ولكن كل فئات لبنان بمعنى كل الأحزاب التي يمكن تورطت في هذا الحرب والتي تريد مخرجا لهذه الأزمة كنا عم نحكي اليوم عن أكتر من قرار عم يصدر ساعة بدنا 17.01 ساعة بدنا القرار 17.01 كيف ممكن اليوم مد اليد إلى من دخل في هذا الحرب لإخراجه وأخراج لبنان نحن يدنا ممدودة من الأساس ولكن طريق العودة موجودة ومعروفة طريق العودة أول شغلة معلش خلينا نحكي الأمور هيك بصراحة في رجيم في رجيم حمية لازم يعملها حزب الله وهي نحن من أولى من زمان كنت اكتبها هون مقدمة نشرة تيرجع يفوت إلى يعمل رجيم ليسير بحجم كل اللبنانيين ما بقى يقدر يكون عنده حجم شرق أوسطي حجم الشرق أوسطي وكأنه حجم فيل دخل إلى محل الكريستال محل الخزاف كيف مبرم عم بيكسر وهلأ عم بيشط بنفسه ويجرح حاله طريق العودة هي من عملية انكسار يا أستاذ رالف كنت عم بيقول لك هلأ قبل ما اطلع الوزير ياسين الانكسار للدولة انتصار التراجع أمام الخطأ وقت اللي بيكون هذا الخطأ عميم وضرر وعميم على الناس هو فروسية هو فضيلة مش عم نحكي أنا لسير أو تشش لحزب الله أبدا ولكن طريق الانقاذ أبشع شي وقت بيجي بيقول لك الحكيم خيه هذا بيهز براسه بيقوله بيطلع فيه الحكيم وهز راسه يعني ما في منه نوى نحن النوى موجود وطرق الانقاذ موجودة وكل المقومات الانقاذ يكفي أن تقول كلمة واحدة أنا أريد أن أتلبنا أنا بدي أقطع على الأقل هذا الشريان اللي عم بيغزيني بدم أسود وهو شريان الأقليم أنا بدي أرجع نظف فكري ودمي وحط كل طاقاتي خدمة للبنان وأضع نفسي في خدمة لبنان هون أنا بكون أنقذ طائفتي وبكون عملت تجربتي مهما كانت مكلفة بالعمل الوطني الكبير نحن نحتمل كل الأخطاء واللبناني مسامح رغم كل الخبريات بيقدر يطوي صفحة بس تكون راجع تكون مزنوعة عسكريا تلجأ مثل ما لجأت بالألفان وستة لكن دوليسا رايس والرئيس السانيورة تعمل الألف وسبعمية واحد وبعدين تتنكر له يعني بتكون أنت أزلت خطر داهم جاي عليك بعتوا من خلال هذا الإخراج المشرف ولكن لم تكمل واجبتك بعيدا الموضوع ولم تحترم أنت من درجات ومنطوق الألف وسبعمية واحد فإزبنا نسقط في هذه الهاوية الكبرى اليوم إذا بدنا نحكي بالألف وسبعمية واحد ما منقدر نحن ما نحكي بكل مندرجاته وأولها سلاح الميليشيات وسانيها إقفال الحدود وتحديدها نهائيا إن كان حدود التسعة واربعين المعترفية دوليا بيننا وبين إسرائيل أو حدودنا المترامية نحن وسوريا وصولا إلى حدودنا البحرية وكل خطر يأتينا من الخارج من خلال هذا الريفولفينج دور اللي قاعدين فيه نحن بيجينا مخدرات وبيجينا زعران وبيجينا مسلحين عبره وبيجينا كل وسائل تخريب الدولة اللبنانية نريد إقفالها ونحن مع بعضنا منقدر منتهج النظام الذي يناسب الكل ويحافظ على هوية الكل ولا نحن ولا نريد أن يكون هناك في لبنان أحد مغلوباً كلنا سوى مغلوبين من أجل لبنان وكلنا سوى منتصرين عندما ننتصر للبنان ما بقلنا مصلحة يا جماعة قلنا هلأ فاتحين هذا المسار من دون سؤال من دون رقيب من دون ما يكون حدا عم بيسيرك وكل اللي عم بيفرفك وبإيديه نحولك وبيقولولك يا خي سلمنيك إليك أنت من 2008 حاكم هذه الدولة لك وانوصلت طيب أنت بدك المزيد إذا أنت بدك المزيد معناته هذا أنت حار جماعي هالأدل خبرية اليوم القرار 17-0-1 يلي نحكي عنه بلقاء معراب الأول وحتى بلقاء معراب الثاني وكل القرارات الدولية بس أتحكي بس عن القرار 17-0-1 هل لا يزال اليوم قابل للتطبيق أو رح يتم البحث أو الوجوء إلى قرار جديد يعني وخصوصا وأنه واضح أنه إسرائيل اليوم ما رح تقبل بقى بتطبيق هذا القرار راح تلقديم أكتر ومكمل اليوم بحرب عدم تطبيق عدم تطبيق إسرائيل للقرار 17-0-1 يعني استمرار الحرب يعني إسرائيل تريد تغيير الجيو سيئيسي في لبنان وهذا البداية إذا أنا سمحت الله من خلال عدم وعي لمخاطر الاستمرار في هذه الحرب وعدم اللجوء إلى الأسرة العربية والأسرة الدولية بجدية والعودة إلى ظلال الدولة اللبنانية إيه إسرائيل بتروح تتجاوز 1701 وتقدم من لبنان وتدمر جزء كبير من لبنان سيخلق لنا حالات كارثية في لبنان لأنه عملية الترانسفير الديموغرافي في لبنان وقال أنت عم بتهجر مليون واربعمائة ألف في ستمية أو سبعمائة ألف منهم جايين من الجنوب وبتحرمهم يرجعوا من خلال الأرض المحروقة وخلق واقع غير قابل للعيش في مساحة جغرافية تتسع لـ 800 ألف معناتها في 800 ألف إنسان بدون يلاقوا مطرح في مكان آخر في لبنان وهون تسقط أنت بالحساسيات المذهبية والحساسيات الطائفية ولبنان وطن مركب يا أستاذ رالف الألف وسبعمائة والواحد شيلوا على جنب شيلوا على جنب هل ينطق بكلمة واحدة الألف وسبعمائة واحد غير واردة في الدستور اللبناني واردة في الدستور اللبناني هل يحتمل الدستور اللبناني أنه يكون في ميليشيات لا هل يحتمل الدستور اللبناني أن لا يكون عندك حدود مرسمة مع سوريا لا هل يحتمل الدستور اللبناني أنه أنت يكون عندك لبنان مقر وممر مقر وممر لإزية الدول العربية والدول الصديقة وإخراج لبنان من أسرته. لا. خيشي لـ 1701 ساعتا. أنا ما بدي إيه. طبق للدستور بكل بساطة معناتها في عندك تلاسق. أنا أستفيد منه للـ 1701 ومن درجاته بما أنه هو يشكل اعترافا مباشرا بشرعية الدولة اللبنانية بشرعية وقانونية هذه الدولة ليش أنا بدي إيجي أصدري فيه وما أحترمه وأرجع أطلب من الدول لتساعدني هاي كل الفلسفة هاي الدكترين طبعا مطالبتنا بالـ 1701 بمن درجاته. لا يا أستاذ رالف نحن لا نطعن أحد بالظهر ولا نستدعي حربا أهلية أنا اليوم إذا طلبتك بمصريات اللي إكلهم علي قولي عشرين سنة ريكد وراك ورحت عند القاضي بيجي واحد مصلحي يقول لك شو بدك تروع عند القاضي ما أنت هلأ بيجوا بينتقموا منك اللي أنت مدينون نحن هيك عم نعمل فيه هرطأ فيه هرطأ بعدم احترام كل سياقات القانونية والدولية وكيفية قيام الدول تطبق بلبنان بفجور حتى صارت الخبرية تستدرج الموفدين الدوليين يحكوك بلغة اللبنانية يعني نحن تخنقنا نحن ولدريان وقت ليجي يقولك شبه الدولي ولك شو عليها لطنش زماعهم شوية سلاح لش أي متى أنتو كان يجي الرئيس من دون تدخل دولي لا أي متى كذا يعني نحن جينا حللنا لهم أنه يتعاطوا معنا بمنطوق الانقلاب على الدستور بس أنت وين بتفجأهم وقتل بتقلوا لماسيو مقرو أو للدريان أو لأي حدا موفد بيجي على لبنان بتقلوا أنت هاي اللي عم تطلبوا مني بيتطبق عندك بفرنسا بيسكت يكون ساعة أجل الرد يعني اللازم والصارم لألون أستاذ غياصي اليوم موضوع تسليم السلاح يعني اليوم بعرف التجربة مختلفة والأطور كله مختلف وممكن هلأ مش مثل لما حزب الوات سلع مسلاحه ولكن تسليم اليوم حزب لسلاحه هل ينهيه من الحياة السياسية يعني بالمرحلة الراهنة الحزب الوات أكيد غير تجربة لكن بالمرحلة الراهنة رح رح جاوبك عليه لأ انطلاقا من تسليم القوات اللبنانية سلاحة السيد رالفي ممكن أنت ما كنت خلقت ما بعرف أو كنت كتير صغير بالعمر رالف وقت اللي سلمت الوات اللبنانية سلاحة مصلحة بلده أول شي بيحترم مفهوم كلمة مقاومة مفهوم كلمة المقاومة ينشأ ويكتسب شرعيته عندما تسقط الدولة والجيش الوطني بيقوم الشعب دفع عن حاله عندما تنتصر المقاومة وتعود الدولة تبني مداميكا تسقط مفهوم المقاومة وبيتحول إلى انقلاب إذا صار فيه إصرار على حمل السلاح اثنين إذا صار فيه قرار دولة بأنه لبنان يجب أن يدخل في مرحلة التهدئة ورحنا على اتفاق الطائف وأنا رفضته عندك واحد قبل واحد رفض اللي قبل اسمه سمير جعجع وسلم سلاحه للدولة واللي رفض كان اسمه ميشيل عون جيب الخراب على الدولة دمر الجيش ودمرت المنطقة اللي كان مسيطر عليها سمير جعجع عرف أنه اليوم لحظة الأبوتيوز طبع احترام القسم طبع أنك تكون مقاوم أنه نشأت الدولة أنا أياتها الدولة الميسيون أكومبلي أنا المهمة أنجزت حضرة القائد يا وطني أنا بسلمك سلاحي سلمني سلاحنا اليوم مطلوب من حزب الله هذا الشيء وهنا بفتح بارانتازه بجيوبك كبر حجم القوات اللبنانية من بعد ما سلمت سلاحه والله صغير هذه الحركة المقاومة اللي دافعت عن لبنان واللي مشروعة لبناني واللي تشرب بلبنان وتعيش في لبنان وتموت من أجل لبنان سلمت سلاحه وفاتت بمتاهات السيطرة وأن حرف الطائف عن الأصول الأصل اللي كتب من أجله وتحول إلى دستور وطني فتنا على السجون ولم نحمل السلاح تعرضنا لكل أنواع التعذيب ولم نحمل السلاح ما سلمنا نفسنا إلا للدولة لم نتآمر لم نتجسس لم نقوم بأي عمل يخرب على الدولة قيامها تحملناها تحملناها مثل صليب الجلج على ظهرنا ولا نزال صرنا اليوم أكبر حزب مسيحي ومن أكبر أحزاب لبنان وأكبر كتلة نيابية مين منعوا لحزب الله يرجع يعطي قيمة لقيمة ما قام به من خلال تحرير لبنان من الإسرائيل بأيلول الألفان ويرجع يبني على هذه القيم وهو ديموغرافيا ما عنده مشكلة هو من أكبر الطواقف في لبنان من ناحية أنه عطى هذه الدولة اللبنانية بالحديد 25 أيار الألفان أنا مستعد عن كل اللبنانيين أنسى كل ما ارتكبه بحق لبنان من ألفان من سنة الألفان لسنة الألفان واربع وعشرين بمحيهم من ذاكرة اللبنانيين وكلنا الله مصلح أن نمحيها من ذاكرة اللبنانيين كل ما ارتكب من موبقات بحق اللبنانيين مقابل أن يعود إلى الدولة اللبنانية مطرحوا بمجلس النواب أنطار مطرحوا ببيئته أنطارين ودوروا بلعبة قيام الدولة ثلاثة ناطير ها هي الوزنات أما إذا بديضل أنا متوخزني راكب راسي وماشي بالمساحة وروحنا خمس دبابات مركافة ونزلت الطيارات باللال تسحب جرحة إسرائيليين إذا أنا شايف الحرب كلها سوا ومصير لبنان بلحظات معارك جانبية ينتصر فيها كثير بلحظاتها ولكن لا تربح المعركة الكبرى لا تربح الحرب هاي المعارك الجانبية أنا إذا كنت قائد وأنا ما رأت بالخدمة العسكرية وبعرف أنا بسأل نفسي وقالت كنت ودي ناس على المعركة ما كنت نانت لأني أتلنهمهم وقالت نحزن نحزن حتى العظم لأنه هيدا قيمة إنسانية منه معمول للموت هو عم بيدفع عن بلده بس أنا بدي ييدفع ويرجع صار طيب إذا هيدا الإنسان متروك وعم بيمارس كل هذه البسالة وكل هذه الرباطة الجاش وعن قناعة وأنا أحترم قناعاته طيب هيدا الزلمة وين بدي أقطف نتائج تعبه وكيف بدي أرجع أعمل فيها روتور على تسمير المشروع الوطني اللبناني غير بعملية بناء الدولة وهيدا الشي مش عم بيصير هذه العبسية عم تروح دماء الشهداء هباء وعم بتدمر لبنان هباء وقد لا نتمكن بعد فترة قصيرة حتى من مطالبة بوقف إطلاق النار نحنا نعتبر أنه كان فيه لشهرين أو ثلاثة إلى وراء لقبل 17 أيلول خليني نكون تحديدا كان بعد نحنا إذا طالبنا بوقف إطلاق النار نجده آزانا صاغية عند الإسرائيل اللي كان بعضهم حير بقدرته على السيطرة على المعركة وأحداث فرق في المعركة الداخلية وبين المجتمع الدولي اللي يكون عم بيضغط بعضه على الإسرائيل لأنهاء الحرب وقالنا لهم يا جماعة وقف إطلاق النار اليوم بمصاري بكرة بلاش بكرة مش رح يرد علينا نتانياهو إذا كفت هذا المصار اللي بيعتبره هو تحقيق انتصارات وكل ما قتل قائدا مثل ما قتل السنوار مبارح وتخلص من سيد حسن نصر الله وكل هرم القيادة في حزب الله اعتبر هو أنه أنا أنتصر من أزل العالم عم بيبيعه بأروقة الدول والديبلوماسية الدولية أنه هيدا أنا عم بقاتل عنكن الإرهاب وعم بيرجع الشعب الإسرائيلي يقول له أنا عم بأمن لك استمراريتك منتصرا ودولة إسرائيل ستكون دولة إلى مئتين عام ما حدا بيسترجع يقرب عليها عرفت كيف أنا عم ساعده بهو كلهم بدي أحكي شوي معك عن مصار الحرب يعني الإسرائيلية تعمد نوع من النمط البطيء في حربه على لبنان ببيان أيضا صدر عن المقاومة الإسلامية تم الحديث عن تصعيد إضافة رح يعني تشهد له الميدان في الأيام المقبلة هذا الحرب ستذهب إلى أين وكيف رح تضال على هذه الطاولة أكتر من مرة حكينا وضيوفك اللي عم بيجوا وعم بيحكوا إسرائيل تعزت عسكريا بتاكتيكاتها على الأرض بمحاربة حزب الله من أختار تركيبت بالألفان وستة بالألفان وستة كانت متكلي على عنصر الدبابة وما كانت مختبرة بعد شوفي عنده سلاح حزب الله وكيف يناور ويقاتل في أرض المعركة فاندفعت بكسافة ودفعت جيشة إلى المناطق الحدودية وخاصة بدباباتها وإذ تعرضت هي لمجزرة بوقتها من خلال استخدام مسائل جديدة وأسلحة جديدة مضادة دروع يعني بيستخدمها حزب الله بمعركته اثنين في شغلة تانية وهي شغلة أساسية أنه في صيط وصحيح سيرة صحيحة عن الإسرائيل من سنة 48 وكل الحروب التي خاضها وصولا لحرب الالفان وستة أنه الإسرائيل لأنه لا يحتمل قتلى في جيشه وأنه الإسرائيل يبتكل على التكنولوجيات المتفوقة وعلى الأسلحة المتفوقة اللي عنده برا وبحرا وجوا يلجأ إلى حروب قصيرة صاعقة سريعة يحقق فيها انتصارات وبيرجع بمكاسب معنوية وجغرافية وسياسية إلى داخل إسرائيل ومن دون ما يكون فيها كلفة عالية إضافة إلى أنه إسرائيل كدولة ككيان جغرافيا كانت كانت غير قابلة أنه حدا يقدر يرشأها بوردة كانت تنقل حروبة إلى خارج مخبراتيا في الخارج وعسكريا على الأرض في الخارج من بعد التسويات اللي فكرتها إسرائيل مزي ومربح لقلة يعني أنه بالتلاتة وتسعين عملنا تسوي نحن نحن وفي الخارج وفي الخارج وفي الخارج عملنا تسوية أرميج سكودان مثل ما بيقوله الفرنسوية مسلحة حتى الأسنان ومع أرار بضرب إسرائيل وإيلامة والعمل منه نظري وخطابة طبقوه على الأرض من خلال 27 زوال كل هذا الرامبار الحاجز الإلكتروني المحصن المراقب اللي اسمه غلاف غزة اقتحمته حماس وعملت كل هذا الشيء بيلاقي حزب الله من هون وخليني سميها بالعرب الداريج ما أنقذ إسرائيل نسبياً أو خفف كتير من الخسائر عليها هو خيخنة إيران وعدم احترامها لربط الصحات وعدم تدخلها المباشر ويرجعوا الأزرع يساعدوها أو يكونوا هن عم بمهدوا لألوهي تجي نكرتهم صحبت إيدا منهم وأول أيام الحرب قالوا لنحنا أنا عملية سبعة تشرين ما معنى خبرنا وعينا على هذا الخبر الأهداف السياسية الأهداف السياسية والديبلوماسية وكبت باكرا من سنة وعشر تيام دغري على مسحات وأرويقة الدبلوماسية الدولية أنه أنا ما معي خبر يعني أنا مني متبني كتير يعني تعوا فوضوني ها الخبرية اليوم من بعد هذا الألم الكبير هذا زي لحقه بإسرائيل تغيرت هذه العقيدة السياسية تغيرت اليوم الإسرائيلي عم بيلعب معركة وجودية لا يمكن أن يقبل أن تنتهي بتسوية مثل الألفان وستة نجيب يونيفل عمياء طرشاء خرساء مكرسحة نحط على الحدود لا تشوف ولا تقشع شو عم بصير بمنطقة جنوب اللي طاني وطبيعي أنه هي ما بتقشع أساساً الإسرائيلي شو بيعمل لأنه طاير فوقه بالجو وما بيسأله ولا بيسأله عن سيدة لبنان مدعومين بدولة خرساء مسلمة أمرها لحزب الله هايدي النقاط هايدي أخذها الإسرائيلي بعين الأتبار ولأول مرة الإسرائيلي من حرب 73 حيث فاجأه يومتها حافظ الأسد وأنور السيدات بهجوم بالجولان وبصحراء سيناء وإزايهم مظبوط لأنه تفاجأوا بهذه المعركة هاي المرة التانية من بعد ما عملوها بوقت جسر جوي الأمريكان سلاح من الأعظم بالتاريخ لرجعت ردة المعركة لمصلحتها اليوم عن تتعرض لهذه المعركة هي زيتة ولكن هذه المرة إسرائيل لا يمكنها أن تخسر الحرب كيف لا تخسر الحرب هي بطريقة بسيطة أو أن تفرض هزيمة كاملة على خصومة بالسياسة يجي وقعوا سك استسلام أو هزيمة عسكرية وعملية تنظيف مثل ما بيقولوا عمل الزيدة ونظف حوليها جغرافيا بشكل أنه لا تسول نفسه أحد أنه يرجع يحمل برودة ويأزيها فيما بعد اليوم هذا العمل جعل أنه الإسرائيلي يفوت عناصر يفوت فرق صغيرة للاستشاف والاستطلاع بالنار عم بيسقط لجرحة ولكن جيشة موجود هون وعندما وأصف الطيران لا يتوقف وبيعرفوا هني أنه خطوط الإمداد لتغذية المواقع الأمامية طبعا حزب الله هي غير المتجدد اليوم وصونا راح تخلص حتى العسكر عم بيطعب لأنه ما عم بيقدروا يتبدلوا برياحها تحت ضغط الجو الإسرائيلي والمدفع الإسرائيلي شو عم بيعمل الإسرائيل اليوم عم بيؤضم وبيهضم بحضر لك هيد المعركة اللي هو بدأ تاخد معه سنة لا الأمريكان اللي راح يوقفوا ولا الفرنسية راح يوقفوا ولا الفاتيكان راح يوقفوا هو ماشي بهيد المعركة قضما وهضما إذا أخذ معه مارون الرأس شهر راح يندور شهر يخضى وما ننسى شغلة بمشهدية وبالمعلومات التي اكتسبناها من أرض المعركة هكذا فعل عندما هاجم غزة انتقاما مع فارق بسيط أنه غزة هي 300 كم مربع مسيحاتها صغيرة واثنين فيه تماسك تلامس كتير ديء بين مناطق سكنية ومناطق سكنية وبردو أخذ وقته لفات وعمل هالتقاطعات اللي قطع فيها حزب الله هل حقطع فيها منطقة حماس إلى مربعات أخذ وقته يدمره 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 وصولا لمبارح للسنوار نحن نخشى وأخشى ما أخشى أنه نحن نكون على مساحة أكبر يعني زمن أكبر سيتم القضاء على كل البيئات الحاضنة لحزب الله مثل ما عم شوف اليوم أبنية مدمرة الضحية الجنوبية ب600-700 ألف إنسان مهجرين مناطق الجنوب والبقاع ددمير منهجي سيستيماتيك عم بفضية يعني هذا العسكري إذا عاد من المعركة لا يجد حدا يعمل له صندويشة أو يشربه نقطة ماء زائد منعه من العودة من خلال تدمير المناطق اللي هو موجود فيها حاليا اليوم يعني لا بيقعد عندك أخضر بالخط العريض ولا بيقعد عندك مناطق آهلة بالسكان بيسكنوها الأهالي وتحت هود الأهالي بنعمل سرديب وخنادق للصواريخ التقيلة هيدا اللي عم يشتغل عليها الإسرائيلي ينجح أو لا ينجح ما بعرف بس بانتظار جلاء نتائج هذه المعركة استزرالة لبنان يدمر وهون السؤال سيترك الحزب لوحده اليوم لواجه هذا المصير يعني عم نشوف الجانب الإسرائيلي عنده دعم اليوم ضوء أخضر من الأمريكي سلاح حتى من الألمان ومن غيرهم ما زال بخار الأسر ما أعزب على ثلاثة أيام بسيد حسن نصر الله وعم بيضيق على كل الناشطين العسكريين والحزبيين بسوريا التابعين لحزب الله والإيراني عم بيسحب بأيده من اللعبة بيقول لك إذا تقصمت هذه المنطقة أنا بدي حافظ على منطقتي بكل بساطة ومرفت عينه عندك استحالة جغرافية عسكرية أنك تأمن المدد لحزب الله والدعم مثل ما كنت أنت تقدمه مطار بيروت تحت السيطرة الحدود اللبنانية السورية مقفلة هو يحارب بما تمكن وما تيسر بين يديه اليوم وعندك من خلال هذه السنة أنا ما بدي أتبنى السردية الإسرائيلية وخسر 80% من صوريقه ولكن خسر كمية كبيرة من سلاحه النوعي وخسر عددا كبيرا ألا يخلقك يا أستاذ رالف أنه من بعد السيد الشيخ نبيل أوق لم يعلن عن استشاد أحد في صفوف حزب الله لا مقاتلين ولا مسؤولين هل رأينا بأم العين غير اللي بيبعث لنا يهون أفخي أدرعي صور لضيع وبلدات مدمرة مش فيه دينايل وإنكار عند حزب الله أو تكتيك عسكر هذا التكتيك بس هذا تكتيك يائس ما أنه تكتيك يدل ينم عن صحة إذا استمر السناريو اللي عم نحكي عنه اليوم وصارت كل هالأمور يعني إيران إذا مرجع إلى الدور الإيراني بتكون اليوم في خطر بتكون حسرة اليوم كل الأذرع أو كل من دعمت في المنطقة وبالتالي بيصير في خطر علي أكبر وبالتالي هل رح تقبل أنه توصل لهذه النقطة أو رح تدعم أكتر ما بفيها تدعم بدها تدخل شخصيا وهي تعرف كتير منيح أنه اللي صار من يومين عند الحوسيين وظهور نوع من الطائرات اللي ما بيدخلوا الأمريكان بالمعركة عادة واستعمال المواب المرة الأولى خنابل الأعماق اللي بتفجر وبتزلزل بالأرض عرفت كيف ودوا لها رسالة للإيرانية أنه إذا بدتكن مثل ما بيقولوا تلعبوا بداي لكون نحن رح نكون عم نتدخل بهذا الموضوع أثنين هي من رغبانة من بعد ما قامرت وغامرت بقوة الأزرع وخاصة من زراع الأعز عليها اللي هو حسب الله وهي في صدد خساراته حتى لو ربح المعركة ما بعد اليوم التالي لن يكون دور حزب الله كما هو اليوم معناته سيتقلص دور إيران كدولة على لاعبة أساسية على خريطة الشرع الأوسط وستعود حكما مثل ما دايما بقول ألفين كيلومتر لورا وتصير ضمن حدودها ماكسيموم تقدر تتصيد سمك بمضيء هرموز إذا ما زعجتهم للأمريكان إذا هيدا هو المسار وهيدا هي آخرت المقامرة والمغامرة والازدراء بردات الفعل من كان عند الإسرائيل ومن كان عند الأمريكي هتلر استهان استهان بالديمقراطيات المهلهلة المخطرة اللي حكمت أوروبا بين الحربين بين 1918 و1939 عمل جيش طويل عريض وراح تشامبرلين رئيس وزارة بريطانيا يسيروا مثل ما عم بحاولوا يقنعونه أنه أنت فيك تتعيش اليوم أنت ودوايلي يقنع الشعب الإنجليزي قامت شرشب انتفض عليه قامل هتلر دمر أوروبا ولكن شوي شوي رجعت استعادة نفسها هذه الدول الديمقراطية وتعسكرت وحطت كل مقدراتها الاقتصادية وخبراتها لوضع حد لما يهدد مصالحها ويهدد مصالح حلفائها وهذا نحن اليوم على مشارف أن نشوفه إذا لم يعقل الإيراني وإذا لم يسعى إلى أنقاذ ما يمكن أنقاذه من حلفائه وأنقاذ نفسه كنظام النظام الإيراني مهدد مل مباشر أستاذ غيس بطمانا أقل من دقيقتين قبل أن نختم حوارنا معك بدي أرجع معك لداخل المحلي وتحديدا بعد لقاء معرب بدي أسألك عن ما بعد هذا اللقاء يعني كيف أيامته اليوم هذا اللقاء بمن حضر بمن غاب وكمان شو الأدد فاليو أو شو الإيمية اللي زادة على طريقة البحث عن حال بهذا الوضع الصعب نحن أول شي من حضر كبير جدا مش للعدد بالقيمة وانا مبارا حطيت هيدا المثل أنه ما حدا يقلي أنه ما كان في أحزاب عنده جحافل طويل العريضة ممس لفوق وصيارات مفايمة بارا ولأ نحن وقت قرنة شهوان واجهنا واجهنا بثلاث أربع أحزاب كانت مطاردة ومحلولة ومنفية وب 27 شخصية كلهم من قادة الرأي العام ومن قادة الرأي ومن المجلين باللعبة الوطنية وقدرنا نكسر برعاية البطرياركس فير كل هذه الأرمادة والآلة العسكرية المتغطرصة اليوم شئنا أم أبينا ومن دون تعالي ولا شوفينية اليوم حزب القوات اللبنانية هو الحزب الأكثر تنظيماً في لبنان والكتلة الأكبر نيابية والأول تمثيلاً للمسيحيين أضعف الإيمان أنه يكون معراب اليوم نقطة جذب لكل من يريد أن يتكلم باللغة الوطنية والسيادية وهذا ما تكلمنا به نحن ناس أخذوك حرفك أعلام المنمانعة على تفاهة من إجا ومن راح ومن حضر ومن محضر بالوقت الجوهر هو بشو تقدم بس زمن أي من اليوم المؤتمر بد معنا دي صار عندك مرجعي مص مرجعي وموقع مرجعي لمعراب وحلفاء من السياديين كل من يريد حلاً في لبنان متكافئاً يحترم التنوع اللبناني لا يمكنه أن يغيب ما قيله في معراب ولا يمكنه أن يغيب معراب وهذا ليس كلام تحذب أو كلام سياسي أو كلام زجلي هذا هو الواقع إذا أردت حلاً يا أستاذنا بهبر ويا موسيو لودريان يا أمريكاني بي لبنان حلاً داخلياً لبنانياً هل يمكنك أن تغيب هذه الشريحة التي تمثلها معراب إذا بيقدر خلونا ينتخبوا ما زال اجتمعوا هديك النهار ويقلوا للجبران بسيل نبيهبر خيئة إذا ما أجت للوات أنا ما بقدر ما في أقلع بقى هذا هو خلينا نحن نمسط ونعترف أنه لدينا مرجعية مسالمة ونظيفة وطنية عم تشغل لكل لبنان ومش للمسيحيين لكل لبنان إذا بتشوف أنت ضيوف معراب بعين الواقع وبنظافة وبوطنية بتشوف أنه هن يمثلون كل شرائح لبنان وضمير لبنان كان موجود بمعراب النهارة شكراً لألك أنا أريد أن يراجع لبنان لضمير إن شاء الله شكراً لألك على هذه المدخلة مشاهدين فاصل ونتابع الحوار مع الجنرال سعيد القزح شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة